احنا كنا بنتكلم على الكلاتنبرج يا جماعة كابتن سامير عصمان الخبير التحكيمي والحاكم الدول السابق وعشان كده مش عايز وانا متقدم تبقى نغمة التشاؤم موجودة عالية او ان احنا يعني وكأننا في ازمة يعني كان طبعا هنرتاح اكتر لو كان الدنيا مشت صح لكن خلينا برضو في اتجاه الدعم والدعم والدعم عشان نوصل ان باذن الله لما نروح نلاعب منافسنا نقدر نروح واحنا عندنا صخة بنفسنا وقدرين كابتن سامير عصمان في تصريحاته لليوم السابع قال ان الحكم الحكم على تجربة كلاتنبرج مع الدور المصري تحتاج عام كامل على الاقل لاثبات نجاحها واكد ان كل رؤساء لجان الحكام في مصر الحاليين والسابقين خدوا بالكم اللي بيتكلم خبير تحكيمي كل رؤساء لجان الحكام الحاليين والسابقين يعملون لمصالحهم الشخصية اهم تعليق ده بقا والحكم المصري هو الضحية قال كمان خلال تصريحات ازاعية لبرنامج الفيلسوف للكابتن ايمان يونس ان حكم مصر ماتوا بدليل ادارة 34 حكم اجنابي لمباريات الدور المصري خلال الاونة الاخيرة كما ان ده على فترة عصام عفتاح يعني عايز يقول لعصام عفتاح وانت بتتكلم انت جبت 34 حكم اجنابي وقال لك انه خبراء التحكيم اللي طلبوا من كلاتنبرج تولي مهمة تطوير التحكيم وفوجئ بانه رئيس لجنة الحكام والفارق كبير بين المهمتين يعني انتو جبتوه خبير تحكيمي او مستشار فني ومسكتوه رئيس اللجنة ودي الفارق بينهم كبير زي ما بيقول سامير عصمان قال ان كلاتنبرج مظلوم واحنا مش عارفين عاوزين منه اين الدوري هادئ طالما مباريات الاهل وزا مالك تمر بدون ازمات وبيقول انا ارى ان حازم امامه محمد بركات الاجدر بادارة ملف التحكيم بشكل سليم واعادة المنظومة التحكيمية للنصابها الصحيح قال كمان سامير عصمان ان مسؤولين ادارة الكورة لا يعلمون عدد الحكام المصريين كما ان نتاج امتحانات ترك الحكام لم تعلن حتى الان قال ان وضع الانجليزي مارك كلاتنبرج خطة للاعتماد على بعض الوجوه الشابة من الحكام واسناد مباراة الدور الممتاز ليهم في الجوالات المقبلة بحيث يتم دمجهم في منظومة الحكام تدريجيا اكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد في جلسته الاخيرة باتحاد الكورة ان عملية النهوض بمنظومة التحكيم المصري يبدأ من تقديم وجوه جديدة واكسبهم الخبرات وتقديمهم للجمهور بدلا من الاعتماد على اسماء بعينها قال سامير عصمان ان مجلس ادارة الاتحاد المصري ابلغ كلاتنبرج بشكاوة الاندية بخصوص مستوى التحكيم في موراة الاسابيع الاخيرة والسعي لتلافت تلك الاخطاء خلال المرحلة المقبلة خاصة وان التعاقد مع الحكم الانجليزي الدولي السابق تم من اجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم وبيقول سامير عصمان ان كلاتنبرج اكد خلال الجلسة ان لجنة الحكام بتصحح اخطاء التحكيم اولا باول واضف ان الاخطاء اللي حصلت لم تكن مؤسرة كما ان الفيديو الاسبوعي الذي يقدمه ويستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة وابلغ المجلس انه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة من اجل مناقشات الحالات الخاصة بالاسبوع الاخير برضو الناس بتناقش قضية وكأن الامر يتم عن جهل فعلم الناس عشان ما تخلطش هذا جزء بيحصل في بعض الناس ما عنداش الخبرة ولا الشخصية في المواقف دي تعمليه ولكن الامور الواضحة قوي مفياش جهل يعني في امور ارادة انك تصل للحقيقة مش موجودة منها حالة افشا النهاردة يعني لو ارادة الوصول الحقيقة موجودة اولا للحاكم لو شك في حاجة كان هو طلب الفار او ان الفار من نفسه يستدعي الحاكم يقوله راجع الحالة دي وعايس مايس علينا يا عم روح مايس وارجع وبعدين يبقى فيه دي بيت عليه وغلط بقى وقول لا ده مجاش نحيته ده مجاش نحيته مجاش نحيته وخلاص بس اشربنا زي مايقوله الاوانطة اه انما انت من الاول جففت المنابع ابعد خالص اكن الواقع ما حصلتش ايه يا ابني اللي انت عورك ده انت جاي متخاني ولا ايه يعني كان ناس يقوله كده طيب كلام الكابتن ساميرو عثمان على رؤساء لجان الحكام ومحدش عارف هو كابتن اصام عفتاح عايزي من كلاتنبرج عايزوش لا واحنا بصراحة كلاتنبرج الراجل لما قلنا هاتو خبير اجنبي مبدئا اللي اختار كلاتنبرج كشخص احمد حسام ميدو مع حزم امام يعني النادي الاقلي ملوش اي اساس او لا دخل في الاختيار لا ده هو قال كده ميدو الاختيار جاي عن طريق ترشيح من ميدو لحزم امام انما فكرة الكابتن عصام عفتاح الضغط المستمر على الراجل يا جماعة لجنة الحكام استبيحت سنين طويلة حققتوا منها زي ما زي ملكه ساميرو عثمان بيقول مصالح شخصية للركب مصالح شخصية كتيرة اتحققت لرؤساء اللي جان زي ما بيأكد ساميرو عثمان خلال السنوات الاخيرة كابتن عصام عفتاح رأس اللجنة لمدة 8 سنين الراجل ده ما كملش 8 شهور ايه فكرة ان انا باستمرار وبعدين ايه اذا كان الصوت العالي من اليمة الاخرى من النهر هو اللي بيحاجم كلاتنبرج امشي في سكته اعوم في اتجاهه لدرجة انه كرة زي مباراة الزي ملك والداخلية كل خبراء التحكيم اللي حللوا اللعبة مش بس كلاتنبرج حتى الخبراء المصريين كلهم اكدوا صحة الهدف لكن يطلع الكابتن عصام عفتاحه بس عشان ارضاء الناحية التانية يأكد ان اها اوف سايد لمجرد انه مزيد من الدفع في اتجاه تطفيش الراجل حتى تخلوا لهم اللجنة اللي سمير عثمان زميلهم بيقول دول بتوع مصالح شخصية يعني فترة الكابتن عصام سبعتاشر نادي اعتردوا من الطمانتاشر النادي الوحيد اللي ما اعتردش هو نادي الزمالك اللي بيطالب باعصام عفتاح اللي كلاتنبرج في اجتماعه اللي اشار اليه سامير عصبان لما بيقولوا له الاندية بتشتكي منك قال لهم لا نادي واحد بس اللي بيشتكي منك العكس بقى اه لا لا في الندين تلاتة دلوقت بيشتكوا من الاخطاء بيشتكوا من اخطاء زي كده مش من كلاتنبرج لكن مش من الراجل نفسه انما اخطاء ما هي الاهل النهاردة بيشتكي